اشتركوا في القناة محوري للعالم الإسلامي أن ذكرى اليوم الوطني تظل حاضرة في عقول وقلوب أبناء المملكة العربية السعودية ودول وشعوب المنطقة نستحذر من خلالها مسيرة كفاح وعطاء وتقدم ونماء شهدة طلقتها الأولى على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه وباتت جهود أبنائه من قادة المملكة منارة للاعتدال والإيمان والسلام والازدهار ورسالة حضارية للعالم والإنسانية أن الملكة العربية السعودية اليوم تمضي قدما بخطة واثقة نحو المستقبل المشرق الواعد بالفرص والاستثمارات تنفيذا لرؤية 2030 التي ترتكز على مكاما قوة الوطن وقدراته وتستند على الطاقات الوطنية والإمكانات الضخمة التي تسخر بها المملكة وتواصل في تحقيق الإنجازات المستدامة في مختلف الميادين التنموية وإنما تحقق من نجاحات سعودية رائدة وضعتها في مصاف الدول أكثر استقرارا وازدهارا وشريكا مؤثرا على الساحة الدولية والإقليمية وعضوا فاعلا في أهم المجموعات الاقتصادية العالمية مجموعة العشرين وعمقا استراتيجيا للدول الخليجية والعربية ومرتكزا محوريا للعالم الإسلامي وستظل جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة محل فخر واعتزاز وتقدير دائم في دعمها لغضايا العرب والإسلام والمسلمين والغضية الفلسطينية وخدمة البشرية والإنسانية ورعاية الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن شكرا للمشاهدة